قصة النهاردة عن عقد الطفولة اللي بتخلي جوانا وحش بيفضل يكبر ويتغزي على همومنا ومشاكلنا لحد ما يعلن عن نفسه لما نكبر ويظهر يبتدي بقى الوحش ده يظهر جوانا بيكون في كامل قوته والسيطرة عليه بتبقى صعبة جدا وده اللي حصل مع نسرين بطل القصة حقيقة النهاردة نسرين بعتت تقولنا على خاطبها بحس اني عايزة حطله سمه في الأكل أو قتله مع اني بحبه ورغم انه اكتر انسان حسسها بالأمان بس هي طول الوقت خايفة لاحسن يسيبها بتتعمد تبهدله وتعامله بأسوأ ده غير انها لاقن جابين وبتكره الأطفال وكمان بتكره الرجالة والستات بس لما حكت بقى حكايتها عرفنا ايه اللي حصل اتعرضت لخيتان وهي الطفلة بالعافية شفت بابها واخوالها وما بيدربوا مامتها وخلتها شعرها او خلوها هي قصت شعرها من كتر القهر لحد ما اتجوزت وبعدت عنهم عشان كده ومنورنا ومشرفونا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه مع نسرين ازيك يا دكتور فحشتيني يا سيدي وانت كمان منوروني يا حبت ونورك يا روح قلبي ونور البقاء ايه رأيك في قصة النهاردة في حاجة اسمها من الحب ما قتل بوسي احنا مع بعض بقالنا قد ايه انا اول مرة احنا بقوا مرة اكاد بقى نوتشا مايفوتنيش حاجة في بوينت مرعبة جوه اه في حاجات لازم نقف عندها اول حاجة هتكلم عليها المراية يعني ايه المراية يعني الانسان صحته وافكاره وتصرفاته هي مراية للشيلة بتاعته اللي جوه كويس فحتلاقي انه اللي هي نسرين بتكتبه ده هي مراية للحياة اللي هي عاشتها الطفولة القهر تفرقة بين الرجل والمرأة المرأة المقهورة او الطفلة المقهورة او معندهاش طبعا زكرة الامان اكتر من مرة سهل وقالت مفيش حاجة مضمونة اكتر من مرة وقالت على البنات ان هم منفسينين وخينين وكلمات بوسي وقفت عندها جدا فواضح ان هي معندهاش اي شيء ايجابي فكرة او مش فكرة فحياتها فهم قصدي يعني هي طفولة حزينة وبالتالي هي في حاجات فكرها حكيتها ايه بس في حاجات تانية هي مش فكراها لانه في حاجات بتحصل واحنا اطفال مش ممكن نفتكرها الختان بيعمل ايه في البنات؟ الختان ده ده خدتي بالك لما قالت الرجال بتحرشوا كلهم بيبصوا لي وبيكلم الختان ده واحنا اطفال احنا مش فاهمين اصلا ده بيحصل عند الاطفال فالختان ده لما بيحصل بيعمل نوع نوع من عقد التحرش يعني جزء هو بيعمل كذا عقدة بس هما اتحرشوا بيها فهم قصدي طفلة كل اللي تعرفوا عن اللعب ومفروض نها بتلعب والمفروض كده فيه بيعملوا الحد ابتدائية او الاعدادي بالطريقة دي غصبا عنها دي معناها كانت طفلين 8-9 سنين 10 سنين لا يكتفوها ويكتفوها قرب الناس ليها بالزبط فده بيعمل حاجات بقى كتير قوي بيعمل عدم احساس بالامان وخيانة اهلي خانوني طبع سببولي ألم كلام ده بيحصل من غير بنج ألم مبرح ليه بيحصل من غير بنج كما ما رفش في الأرياف وفرساين ايه الافترة ده واكيد اي واحد معه معشرة ده حلق صحة اه يعني مش دوكتر حاج انا شفت حالة يعني وانا طفلة شفت عند الجران في اسكندرية الناس بتصرخ 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 وفي الاخر حد شرح لي يعني انه ايه الرعب ده لانه احنا كنا سكين في الدور التاني والدور اللي هما في الدور الأرضي في العمر اللي قدامنا فأنا بشايفها ستات لبسة اسود وعملين دايرة سودة كده وفي حد بيسرخ جواه ومش انا في ايه هل ده حد مات هل ده كطفلة فهو رعب 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 ومن غير بنج أساس ليخ ده بيجي من ايه؟ من غير بنج اه طب تعلي بعض الشقة النفسي بك هي طبيعي اللي يحصل لها كده انها تكره نفسها وتكره أهلها وتكره المجتمع وتكره رجال وتكره الستة وتكره الناس وتكره كل حاجة حقها لانه هي ما شافتش حاجة حلوة من اي طرف اه طب ما حدش حتى نجدني منك وتو بتعملك ليه؟ لما حبت بقى لما حبت هي اولا استوقفني جملة برضو الحب طلع اسوأ ما فيها مش حقيقي الجملة دي مش صح يا نسرين الحب تطلع كل المعاناة اللي جواكي انت مستغربة انت ازاي بتحبي وازاي بتتعذبي كده مع انه المفروض ان الحب سعادة او الحب بيجيب حاجات حلوة ده معنان ان يرتحت يعني هو الحب مطلعش حاجة وحشة منك انت معندكيش حاجة وحشة انت عندك معاناة يعني دي كلمة انا بوجهها لنسرين يا نسرين انت معندكيش حاجة وحشة انت عندك كل خير اه انا مش شايفة انا في اي معرف بس الخير عليه شوي التراب التراب ده مغطي على الخير اللي انت مش واخدة بالك منه يعني صدمات 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 كوين البلاء قدم بقى لم تحرر ولم تتعالج ايوه كده فيه حاجة بقى كمان عايزة اقولها علم النفس بيقول ايه صدمة انكار استراتيجي لحظة الصدمة العقل اللاواعي بيبني طريقة استراتيجية يعني طريقة يحمي بيها صاحبه من لحظة الالم الشديدة دي زي ما بتشوف حد عنده او بيصد الناس او بيتعمل بهجوم او كده عشان هو شاف يعيني حاجات وحشة بالضبط كده يا حرام ده بقى اللي انا عايز اقول فهي ايه اللي حصل هي قلم مع قلم مع قلم بقى عندها طرق تحمي بيها نفسها زي العدوانية زي فكة حطره سم في الأكل هي يعني ايه حطره سم في الأكل عايز اكسره ثانية واحد ليه انا هقولك اهو هي مش مستعدة تحس بلحظة ضعف اوكي تحت الجملة دي سبعتاشر الف خط هي مش ينفع تحس بأي لحظة ضعف الحب حسسها بإنسانيتها وحسسها بضع مش عايز اقول ضعف بس هو الحب انك بتسلمي لحد مشاعرك فهي كل ما تحس بالتسليم تكون متغازة انا مش مفروضة اعمل كده لا بس الحب يا ضعف لا يا ممكن تقولي ضعف الحب ضعف حلو يا لما تلاقي عيالك مثلا ايوه عارفة لهم بيعملوا بيعملوا مش عارفة اذا اقولك عارفة لهم انا عايزة اقوم اعمل وعمل ايوه وانا ضعيفة قدامهم حتى تلاقي الناس بتقولها كده مرة ما الزبت اهو خلاها ضعيفة بالزبت كده صح؟ بالزبت كده وهي عايزة دايما انشارج او انكترول بالزبت كده لان هي عانت بما فيه كفاية فهي دايما واخده وضع محدش يقرب محدش يهاجب محدش يلمسني محدش 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 هي دي الاستراتيجيز اللي اللي ادارت بيها حياتها يعني من كتر ما بدأت تخاف عليه حتى من زملته اللي بتقولك بيدحك عادي لما حد يقول افه وندحك كلنا فين الحب اللي فيك بتقولك انا دلوقتي غيرونا عليه ومش عايزة يكلم حد دي ممكن تكون معجبة بيه ليه الانسان اللي بيقعد يشك ويغير ده ده انسان نرجع تاين نقطة الامان فقد الامان هي فقدت الامان في لحظة الختان وفقدت الثقة في ابوها وفي امها وفي كل الناس لانه دي طفلة بتتاخد من غير شرح وافي ايه اللي بيحصل فيها وبتتعذب لمدة دقائق حرم عليك والله وما بتفهمش غير بعد بقى سنين بتفهم ايه؟ بتفهم ويجيالكو البيت وهي متطلقة عشان جوزها مش مرتاح ومش مبسوط وراح يدور على حد تاني واحنا نقول ان احنا بنعفها ولا انتو بتعفوها انتو بتدروها بس العفة مش في كده العفة في التربية رب وعيالكو بطلوا تعملوا كده عملنا حملات توعية عملنا دورنا كأعلام عملنا اللي علينا كله جبنالكو دا كترة نفسين انا عمل ايه تاني الختان هنا شو تدال؟ والاخلاق هنا تربية وكل حاجة هنا والتدين هنا وكل حاجة هنا لا بإزالة جزء من جسم حد ولا بتعذيب حد ولا بيهانة حد ولا بأي حاجة كل حاجة بتربي عقد ما بتربيش اخلاق صح يا دور بتربي عقد صح تمام؟ فهي انسانة فقدة للامان وما عندهاش ظهر وأبوها بهدل مامتها وخلانها يعني دا ملك الخال والد لحتى ما بيكون عندنا مشاكل مع بابا وماما بنروح للخال او للعمة او للعم فبرضو الخال بيدرب اخواته البنات واحدة حلقة شعرها بسببهم مصدر الامان في حياة البشر الأب والأم وساعات الجدود بعد أب والأم بيبقوا الجدود وبعد كده ممكن تبقى عامة او خالة او خالة فهي كل الرجالة اللي في حياتها اللي هم المفروض يكونوا وضهري وسندي وكده دا مش شافت ان هما خينين او غدرين عادي ان هي تحس بالامان مع خطبها اكتر من ابوها ايوا لان هي هي حصل عندها شعور مش شبه شعور تاني عاشته اصلا دا مش احساس بيوجع انه قوي غلط هي حصل بالامان مع خطبها ايوا انا قصدي كده حصل مع خطبها اكتر من ابوها ايوا لان هي ابوها فيه مشكلة يا سالي ابوها مش سوي وخلانها مش قسوية طيب يا ليه خايفة بتقولك كل الناس غدارينه وما ممكن يقلب عليها في لحظة لأنه هي فين ما بقولك تاني الأثار المتدرتبة على الختان الأنات إن كله خني يعني إن كله خني خدوني غدر وعندها إحساس بالتحرش وإحساس يعني شبه العقد اللي بتيجي من التحرش وشبه غير العقد اللي بتيجي من الختان وغير الطريقة اللي خدوها بيها وهي كده بتغصبنا عني طيب هو خطبها بيحبها بجد؟ خطبها أكيد بيحبها ليه بقى؟ لأنه مستحملها هو مستحملها ليه؟ لأنه بيحبها هيستحمل لحد إمتى هي بس لازم تكلمني بأسرع وقت ممكن عشان تهدى وتتزبط شوية ونخف الشيلة بتاعتها دي نشيل طبقات لأنه عندها طبقات لازم ننسح نازم بقى نجيب من جوة كده من أول ما تفتكر ثلاث سنين سنتين نجيبها من آخر العمق بس أخلي بالك يا دكتور يعني أنها تشرح كل ده بالنموذجية دي يبقى هي بالشطرة دي كمان يبقى هي خلاص هي مستعدة صح؟ أو عرفتي عندها إيه فهي بتساعدك صح؟ ده اللي أنا عايزة أقوله بقى إنه نقطة بأول حاجة عملتها صح في حياتك يا نسرين إنك قررتي تفتحي قلبك وتتكلمي وتطلبي مساعدة عرفة ده حصل لي يا نسرين لأنه الطرق اللي أنت هما بيعلمونا كده في علم النفس لما قلت لك صدمة إنكار استراتيجي استراتيجي جي بتحميني وبكسب من وراها طول ما أنا بعملها أول ما بتدي أخسر وإن الطريقة اللي أنا بدير بيها حياتي دي مش بتكسبني زي الأول أو مش كفاية ساعتها الإنسان بقى لأن ربنا يفتح عليه قرر إنه هو يطلب مساعدة يطلب الحكمة من أهل الحكمة أو يطلب الرأي من أهل المشهورة فهي فضلت تدير حياتها بالسرعات وبالعنف وإنها متكلمش رجالة وإنها متكلمش أطفال وإنها متحالفين وإنها متحالفين وفي حالها والعنف ومتحبش بس غير ماما وأخواتي والمدرسة بتاعتي وكده محدودة جدا فأول ما بدأت تحس إنه ده مش كفاية وإنها هتخسر الشخص اللي حبيته وحبها فبدأت تفكر إنها لازم تدير على طريقة جديدة تدير بيها حياتها هو هيزهق إمتى طريقة؟ مين اللي هيزهر؟ خاطب هيزهق هيزهق إمتى؟ أنا بخاف من الحاجات ذي أنا صعبت عليها ما هي صعبان عليها ليه بقى؟ لأنه هو كمان جميل زي ما أنا بحاول أحتويكي احتويني وطب طب هي بتخاف تدي لأنها قالت هي اتخزلت في كل المقربين فهي خايفة توريله أو هي بتعشقه وبتحبه وتسلم له فتتأذي منه ثاني فهي مش عارفة تكون معاها مش عارفة تسلم مية في المية تسلم نفسيا ممكن هي تبقى شوية يمكن تكون بيبولر يعني إيه بقى تدفين بيبولر يعني إيه بيبولر في كتير مننا كده ومش عارفين الكلام ده حاضر يعني إيه بيبولر يعني بالعربي تفسيرها ثنائي القطبية يعني إيه قطبية يعني إيه يعني إنسان كلنا عندنا طاقة الطاقة دي معكوسة يعني الإنسان بيشتغل عكس نفسه ثنائي القطبية يعني عنده شخصيتين عنده شخصيتين يعني إيه عنده شخصيتين يعني الشخصية الحقيقية بتاعته اللي ممكن تبقى واحد اتنين تلاتة فيه حاجات كتير كويسة اكتر من الوحشة والشخصية التانية اللي نتجت عنه معاناة معينة فممكن تلاقي الشخص ده ساعات كويس جدا وهادي جدا وعطوف جدا وكل حاجة جدا وبعدين فجأة فيه يحصل تريجر يحصل حاجة تنكش الصدمات هو تعريف البايبولر باللغة بتاعت العلوم بتاعتنا صدمتين بينهم وقت ممكن من نصف ساعة لعشر سنين فصدمتين اكتف يعني اكتف يعني ما تحرروش واحدة سماعت لما حصلت في فص المخ اليمين والتانية سماعت في فص المخ الشمال وعملت علامة كده انتي عارفة فيه احنا عندنا كل ناس عندها فص المخ فص مسؤول عن المشاعر والرومانسية والابداع والابداع والفص التاني الفص الوقيعي بتاع الفلوس والورق والخطوات اختصارا يعني فلما بيحصل صدمتين ويبقوا اكتف يعني اكتف تحت اكتف دي عشرين خط ما تحرروش خدت بالقلم وانا صغيرة عندي سبع سنين وحدة طب طب علي وبعدها بنص ساعة اتزحلقت في الارض او بعدها بساعة اتزحلقت اتنين حاكتين وحشين افكرة حاجة كويسة وحالهم لا حاكتين صدمتين 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 اكتف اكتف يعني اكتف يعني نشطين شغالين بس لما حصلوا بسا بيوجعوني لحد النهاردة عشان ناس تبقى فهم يا صدمتين لما حصلوا لما حصلوا في تسمية في فص مخ وفي تسمية في فص التاني لو الاثنين سماعوا فص مخ واحد بيبقى اسموهم حاجة تانية ما اسموهم مش بايبولر فليمتي الفرق يعني احنا كلنا عندنا صدمات بسا فكرة هو اغلبيتنا كده يعني الطبيعي ان كلنا عندنا مثلا مش شخصيتين هو دايما يقولك ايه على حسب اللي مستلم الشفت او على حسب انت طيب ولا لا لا والله بيتعمل بقى باحترام هتعمل معا باحترام بيتعمل معي وحش ولا كاللوانة محترمة ولا كأني شايفاك يا هدايك دي مش بايبولر صح؟ لا دي تباع بشر ولي اكشن لصدمات البيبولر دول اسمو كده ثنائي القطبية يعني عندو حكتين عكس بعض فكأ مبسوط قوي فكأ زعلان قوي بتيش عارفة انت بيطلع الوحش اللي جواه واحيانا يقذي نفسه وبايبولر دي انا بقول كلنا بايبولر بس بمسبة انا بشوف كده انا عشكت بقولك احنا كلنا بس بمسبة نسب مرضية بتحتاج علاج وبتحتاج دواء وبتحتاج ساشنز وفي نسب متعايشين امتى الانسان لازم يروح لدكتور لما يقذي نفسه طب ما هو هيقذي اللي بيحبه ما بتقول انا عايزة احطرة اسمه في الاكل هنا لازم نشوف بقى حد استشاري يعني نشوفك بقى دكتور اما نشوف حد يتصرف معه هي لازم تكلم لازم اكلمها او تكلمي طب ازاي خاطبها ما حدش انا محتاجة معلومات اكتر ومحتاجة اسأل عن تفاصيل اكتر ونقطة الشفاء بالنسباني انها بدأت تطلب بسرد قصة او ناتح كتير اه وتطلب انها عايزة حد يفكلها عقادها طب ازاي خاطبها ما اخدش باله ان ايه عندها ازمة كده يعني مش اقول عقاد بس في مشكلة بسي خلي بالك احنا ما عندناش معلومات كتير قوي بسي اللي قالت ده مديلنا باستفادة مديلنا باكفاية قوي يعني هي فلد ايه ثقافتها ايه مستوى الاجتماعي ايه تعلمها ايه انا محتاجة اعرف ده تعالي نستشفه اكتر ان شكلها عامل ازاي او مستوى الاجتماعي واحدة خايفة انها تخلف وخايفة على جسمها يبقى اكيد واحدة بتهتمى بنفسها وبلبسها فممكن تبقى مستوى مثلا متوسط او فوق المتوسط لانه احنا اقولها شعرها خالتها وبتاع ده معناها ان هم حلوين قوي لدرجة معنا عصدي كده اه فهي لو هي بقى ده يعني مستوى الاجتماعي ده ومش عارف ايه خاطبها زي ما اخدش باله لانه خاطبها عنده الاشيوس بتاعته باردو انا من الحاجات اللي كان بايها جهنا عايزة اقول لها ان في حاجة اسمها قانون الجزب افكارك هي قانون الجزب بتاعك فكل اللي انت بتخافي منه بيبقى حوالي تحقت أنا هتطلق أنا هتطلق أنا هتطلق تروحي متطلق أنا هسقط أنا هسقط رجال كلها خيناoff تجيلك كل رجال الخيناة رجال كلها أنا ناية جيلة كل رجال أنا ناية في الدنيا كل ما أنت مركزة على حاجة هي حتيتجيك فأنت مركزة على أنا ما بقاش عصبي هو بقى عصبي جبتي واحد عصبي بس هو في صفات جميلة هي بيحبك ومحتويك وده بيعترفاتك أنت فمن فضلك بسرعة شديدة لازم لبتدي نعمل خطة 3. أنت قدرت يا دكتور أقول تفهمي. هي عايزة إيامالي. قولي للنقطة. أنا عايزة أعرف. أبل أن أقولك بحشان عندي أسئلة تانية جواية. مش عايزة أسيبها. حاضر. إحنا قلنا أن النهاية اللي بتقوله ده مريا للمعاناة اللي جواها. قد يقولناها. الأمان اتكلمنا عنه لأنه لما أخذوها عملوها الختان وأبوها وعاليتها. خلاص دول كده فقدت الإحساس بالأمان. عندها دوافة انتقامية من الرجالة قالت كده. لأنه طبيعي جدا أنه أبويا اللي هو أنت عارفة الأب ده يعني إحنا بنات وعارفين يعني إيه الأب. الأب ده مهم جدا يمكن في حياة البنت مش عايزة أقول أهم من الولد. لأنه الاتنين في نفس الأهمية في الحقيقة. بس ده لي دور وده لي دور. يعني البنت اللي ما عندهاش صورة ذهنية أو إحساس للأب الكويسة بيبقى عندها خلل دائم بتفضل تدور على بديل الأب أو بتفضل تنتقم يعني بتبقى حسب ري أكشن بتاعها. فهي بتنتقم من كل الرجالة أو بتكره كل الرجالة عشان أبوها خزالها. ومش بس أبوها بكمان خلانها. فهي كده ما عندهاش نموذج للراجل الكويس. هتجيبه منين؟ طبعا. تمام؟ وبعدين بقيت بقى الحاجات حريصة في التعامل ده من بابا وخلانها. الأمان ما بيفضلش معي على طول لأنه هي ما عندهاش ثقة في أي حد. حتى في خطبها ولا في نفسها. بس هي كده بتستقدم بالطاقة السلبية صح؟ زي ما أنت قلت يا دكتور. بتستقدم. هيروح رايح لزميلاتي. لو ما سكتبش بقى. ما هو أنا عايزة أقول لها من فضلك يا نسرين اسكتي بقى ركزي على الإيجابي في حياتك. ها. فضل إي ما أقولهاش؟ زي ما بيقولك بالبلد دي كده اللي هو ما تعديش طنباري. ما تعدي طنباري تجيب لنفسك الحاجة الوحشة. إحنا اللي اتنين فينا صفات غريبة دي جملة كان لازم أقف عندها إن قانون الجذب بتاعها صفاتها الغريبة جابت لها حد شبه صفاتها الغريبة. فهم أقصد دي؟ يس. واو. التفولة القاسية والختان اتكلمنا عنه ظلم الأم ده هي هتعيش طول عمرها خايفة تتظلم أو تكون نسخة من أمها. آه. أو خالت؟ ما هو الزبط. التحرش أنا قلت إنه مشاعر الناس ربنا ما حطش المشاعر في أوالب. يعني أنا أحس غير ما أنت تحسي. إحنا ربما بنحس. كويس. لما بيحصل تحرش بيحصل خلطة من المشاعر. مش شرط بقى تحصل في التحرش بس. لا بتحصل في الختان. وبتحصل في مواقف كتيرة. يعني لو ممتي زقتني زقة قوية أنا مش متوقعة وأنا طفلة قاعدة بلعب ودخل التسرخ وراح يتواخد مني اللعب. ممكن يترجم نوع من أنواع التحرش بعدم الأمان. فهمها قصدي؟ آه. أس هو التحرش إيه؟ حاجة مخيفة بتحصل. مؤلئة. هي مؤلئة ليكي. حاجة مخيفة بتحصل فجأة. أنا مش فاهمها. سعى. وبدون مقدمات ولا مش متوقعها. فبتعمل أنواع مشاعر مختلفة. إن أنا أنتهك خصوصية حد. يعني أدخل عليه فجأة أو أخوفه أو 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 أو. بس دبت. هي بقى في حاجة أنا برضو عايزة أقولها لها إزاي نتخلص من الأفكار. يعني أنا هديها تيبس كده ليها وكل الناس اللي لا. حاجتين اتكلموا فيهم لكل ناس اللي عندها أفكار بتهاجمها في طريقتين. في طريقة أنا متعلمها من الدين وفي طريقة متعلمها من المدتيشن من التأمل. طريقة اللي في الدين وده كلام شيخ أنا بثق فيه هو قال لك لما في أفكارك تهاجمك أو تلاقي الشيطان بيلعب بدماغك ويقول لك ناس بتكرهك ودول موز بتاع وديه هيخونك غمض عينيك وفي نية في قلبك اقطع بينك وبين الفكرة وقول بسم الله الرحمن الرحيم آمنتوا بالله قول آمنتوا بالله 3-4-5 مرات وبعدين تذكر صفة من صفات الله صفات الله الرحيم الوهاب الودود أنا أقام المحسن بقول إيه أمنتوا بالله رب العالمين لأني أنا بني قدمة بيجي لي أفكار زي أحد طبعا تمام فدي حاجة واخدنها من الدين أكيني عملت حصني يعني زي وجعلت وجعلنا بين أيديم سبدا سالي مش بتحبك الحلقة هتطلع بعد الشر وحش مثلا ففي سري بنيتي بقطع الفكرة دي مش بتاعتي مدقين مش بتاعتي خالص دي جاية لي من شطان وفي نية حتى من غير صوت أمنتوا بالله رب العالمين حتلاقي الشيطان يطلع يجري ويسيبك في حالك دي في الدين اللي في الأنرجي بقى أو في التأمل انتي عارفة فيه كورسات في التأمل فيه طرق كتيرة جدا 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 تخلي الأفكار تهدأ أبسطها نوع من التأمل اسمه تي أم ميديتيشن بتدبسه ستة لبنانية جميلة جدا لحد عايز البيانات معاشين فأقول ولا لا بس لو حد عايز أنا ممكن بس باختصار بنعمل ايه بنقعد قاعدة مريحة وناخد نفس عميق كده مرتين تلاتة ونقول في سرنا هدوء عشان نهدأ ونزبط الستوبوتش بتاعت الساعة على عشرين دقيقة ما بنكلمش حتى بنقعد كده الأفكار بتبتيت تجيلك عادي الأفكار لا ينفع ترحبي بيها ولا ينفع تتخنقي معاها ينفع تعملي ايه تلاحظي التنفس تقولي كلمة جوه زهنك ملهاش معنى يعني زي شزام زي أكلاوة في كلام كتير ملوش معنى جبت كلامنا من ايه من الناس اللي ده رسولي لا انا قاضي اش معنى شزام اش معنى أكلاوة لا انا ملهومش معنى اي كلمة ملهاش معنى اي كلمة ملهاش معنى اكلاوة انا دول الكلام اللي في الزهن دلوقتي واحنا بيتكلم فهمت قصدي او ايه تانية واقول كلمة ايه تانية افكروا بقى اي حاجة ملهاش معنى نتكهد لجماعة نعمل فزورة وريدي جايزة خايلوا العشرة جنيه جديدة لكل واحدة انا احسن ان التمرين ده يكون بيشتت انتباهك او تفكيرك لا التمرين ده بيعمل ايه بقى التمرين ده بيعمل فوائد كتير اكتر مبدعين في العالم هتلاقيهم اسمهم بيعملوا ميديتيشن ده تي ام ومن الناس اللي معروفين في مصر والوطن العربي وهي بتتكلم عن ده وقالت ان انا كنت عزة فهمي حاجة في حتة وبعدين بقيت عزة فهمي في حتة تانية خالص بعد ما وزبت على تي ام ستة عظيمة عزة فهمي فهو العبقرة ايه فايدة الميديتيشن انك بتعيشي قوة اللحظة يعني الوقت هي نسرين عايش على طول في صدبات احنا بيحصل ان احنا عندنا حاجات كده في العقل الاوعي اسمها لحظات مجمدة احنا اتحبسنا اتجمدنا فروزن مومنت جوه الصدمة اصدق انه ايوان صدمة رحت تبقافلة علينا وخلاص بيجوان عشرين بيها بقى هي معاينة بقى بقى لها عشرين سنة بقى لها فاحنا كلنا محبوسين جوه الصدمة برويز حديد كده حلوة قوي احنا اللي عاديين نعملها وندهنا ونزبطها حوالينا فاحنا مش عايشين قوة دلوقتي الحقيقية يعني دلوقتي معاكي في الحلقة مركزة جدا ان انا افيد صاحبة المشكلة احتمال اكون عارفة انجح في ده بالنسبة كبيرة عشان انا متعلمة كويس في الحتة دي فالميديتيشن بتخليك تعرف تعيش قوة الان الان انا يعني نسترين تقوله نفسها كده في اللحظة دي انا بمشي على رجلي انا بتنفس انا بخش الحمام انا بشتغل انا محبوبة انا عندي مصدر دخل انا فيه رجل بيحبيني ومتجوزة وهرتبط بيه وبيخاف علي وحاسس بيه وحاسة بيه ودي حاجة مهمة انك تحمدي ربنا لانا فيه وعد في القرآن لقين شكرتم لأزيدنكم فده وعد رباني ده من هكرة تعيشي عليه فنركز على النعم بتاعتنا ونحس بدلوقتي دلوقتي ايه اللي حصل دلوقتي لا فيه الختان ولا فيه ماما اللي شعرها ولا فيه خلتي ولا فيه كده فانتي كل ما بتعودي مع نفسك تلت ساعة مركزها في دلوقتي في كلمة ما لهاش معنى بلاش ركزي في الشهيق والزفير او انا ليه بقول كلمة ما لهاش معنى عشان المعاني هتجيب مشاعر وانا مش عايزة لمشاعر وانا قلتلك من شوي ان انا اعمل بلاك للحاجات الوحشة عشان احرارها قصدك كده ان انا اركز في حاجة تانية شتت انتباهي من الوحش مش بس اركز في حاجة ملاش معنى بحاجة الفكرة تمشي خالص هحط لخطيب يسمى في الاكل الفكرة دي يا بنتي مش بتاعتك هي جيالك من سنين اخرى من مواقف اخرى لا تخص خطيبك في شيء فهو مش طرف في المعاناة بتاعتك هو مش طرف يا نسرين هو مش معجب بالبنت والبنت مش معجبة بيه هو مش طرف يا نسرين صح في الرغبة الانتقامية اللي عندك ان انت حاسة ازاي انا بعد كل اللي شفته ده احبه وابقى ضعيفة لا انا ده انا هسمه فهمها هي عندها عشان كده قولك تحتمال تكون بايكولة لعندها الحب والانتقامية ليه يا ماما ولا على الله انا عايزة وابدح لها ان المشاعر دي مش ده القصة القصة انه فيه حد تاني هتحبه اكتر من نفسها وحتضحي علشانه لا طبعا دي حاجة ربنا خلقنا بيا غزبا عنه حبكتي هي خايفة هي ما هو ده انا ده تحليلي بناء على اللي حصل بعد ما هي الاول ما هو سالي خليكي معايا ما هو بالعقل انه يربطني زيادة واتضرب واتبهدل زي ماما مثلا واو ما هو ماشيتي ماشي معايا في التسلسل اهو اهو انا قريت القصة وليكو خدت نوص لشانا بقى عارفة امشي بالتسلسل رعب هي الاول لما حبت الجننت طبعا حست بحاجات مش عاملة حسابها عليها وبالتالي لما هتتجوز هتحس بحاجات اكتر مش عاملة حسابها عليها يعني اي حد لا انجابي بيقعد يقول كده بيقعد هو ده من وراء قلب وده مش ده ضد الطبيعة وضد الغريزة بتاعتنا طبعا ده مش حقيقي صح طبعا يقولك لأ اصلا اجيب طفلة ليه تعذب في عالم مش عارفة مليان معاناية هو ده كلام يا بنتي انا او انا مرة زمان وقبل ما ادرس الكلام ده قبل ما ادرس الكلام ده قبل ما ادرس الكلام ده قلت مفيش حاجة ممكن ما عنديش نقطة ضعف او حاجة ممكن توجع قلبي او يطلويد رايغر ابني انا محسن يا امو محسن ايهو قلبي 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 امو حياتها ومور عليها يا ربنا يحفظوا يا رب وانا متأكرة مش انا بس اكيد كل ام كده وده احساس جميل صح نقطة ضعفك ده ناكي لانه ده يا جماعة ده حتى يعني اقولك ايه يعني ربنا وصف الامومة دي بكلمات في القرآن ما توصفش بيها غير الحمل والوهن بس في الحتة دي يعني كلمة حملاتهم هو وهنا على وهن دي بس على الام والحمل يا جماعة يعني هي بتقول كده من ورا قلبها هتساعدي نسرين نسرين هتبقى امو هتتجاوي هتغيرت وزي الفل مدام هي عايزة تتغير على ايد مين بعد ربنا ربنا جعني سبب ان انا اكون سبب في ده نورتين يا دكتور امن ده نورك يا احلى سيدي في الدنيا شفت يا نسرين اهو ربنا ان شاء الله يحلى من عنده لسه هرجع بعد الفاصل اتكلم معك شوي استنونا بعد الفاصل